ايه ومين بيعمل؟ لا النهاردة فوق توقعاتنا تاني فوق توقعاتنا وتوقعاتنا يعني فوق ما حضراتكم ممكن تتخيلوها بنسب الإقبال ومحدش وأنا بتكلم مع ناس كتير النهاردة يعني بعد ما خلص بتكلم مع ناس بتكلم مع يعني لجان بتكلم مع قضاء كله ما كانش متوقعين الأعداد يعني هي السطر اللي بيتقلي ده ما كناش متوقعين كده لأنه عاداتاً أول يوم بتبقى الأعداد ضعيفة لا النهاردة الأعداد كبيرة ده الفرق ما بين أعداد بتبقى ضعيفة في حاجات سوابق يعني عارفينها وشايفينها وامتابعينها واليوم العالمين قدام حضراتكم هو ولما تكلم مستقبل وطن من الأحزاب النهاردة اللي عاملة بصراحة شغل وقطاع العمال عندهم عاملين شغل على أعلى مستوى بصراحة يعني لكن محتاجين أيضاً والمصرين قدامكم هو برضو حتى مستقبل وطن واحدة بنعرض المرج ونتكلم على المرج كمان شغالين بقول لكم شغل كبير جداً عندهم أيضاً تواجد كبير ويعني في الشارع وأيضاً في الدعم وتواجد مع الناس وهذه الأعداد الكبيرة حزب النهاردة بيؤدي دور كبير عشان كده النهاردة وأنا بقول كل الأحزاب كل الأحزاب المصرية ومعها حزب الحرية كمان لأنه بعض مشاهديننا قالوا لي فين حزب الحرية ده احنا عاملين شغل من الناس قلت له من عناية لتنين من عناية ما عنديش أي وقلت بالصبح طبعاً حزب الحرية من الأحزاب التي كلمت عليها وأنا آسف إن أنا مش فاكر يعني أتمنى كل الأحزاب ولو في حد موجود أيضاً يبعث لي ما عنديش مشكلة عشان ندي الناس كل واحد حقه